تحياتي من صوت لبنان عبر أسير موجة الإزاعة وصبحة VDL.me الأكيد أن جلسة الأربعاء لن تنتج رئيسا لكنها ستكون مفصلية في طريق الانتخاب كل المعطيات تشير إلى أن فريق الثناء الشيعي في مأزق وإرباك وهو يدرس الخيارات المتاحة كي لا تنتهي الجلسة إلى انتخاب شهاد أزعور رئيسا اندمام اللقاء الديمقراطية علنا وبالمباشر إلى فريق ترشيح أزعور قد يحمل دلالات متعلقة بالموقف السعودي وتغيير في الموقف الفرنسي ترجم بإبعاد باتريك ديرال عن الملف اللبناني الرئاسي أستقبل لأول مرة في سيديو صوت لبنان النائب جورج عايس أهلا وسهلا فيك سيد جورج عضباح بنور أولا أنه سيكون معي في المحور الثاني النائب عماد الحوت نائب الجماعة الإسلامية يعتبر النائب الحوت من المترددين حتى الآن رح نحكي نحن وياك بالتفصيل السيد جورج بس هيك بالتوطئة شو السيناريو اليوم في جلسة الأربعاء؟ شو المتوقع؟ بفتكر إذا بدنا نرجع هيك نستعيد سياق الأحداث والمواقف والتطورات اللي صارت على الأقل من تاريخ اختتام الجلسة 11 حتى تاريخ الإعلان عن الجلسة 16 النيابية الانتخاب الرئيس الجمهورية نرى أنه بوقت من الأوقات كان المعطى الخارجي عطي تفويد تقريبا لفرنسا بالاهتمام بموضوع الرئاسي في لبنان وكانت فرنسا بأسباب تتعلق فيها ما اعتبره أنه الحل يقضي بالتقاطع في الرئاسة الإسلامية الفرنجية وفي رئاسة الحكومة لنواف السلام وكانوا عم بيسوقوا بشكل جدي ولو أنه النفو بعد ذلك بس نحنا كلنا بنعرف أنه كانوا عم بيسوقوا لهذا الباكيج لهذه السلة اللي كانت برأيهم قادرة على أسير قدما بالإصلاحات وبإخراج لبنان من أزمته ومحنته المالية بطبيعة الحال داخليا كان الثنائي الشيعي معتبر حاله أنه قدم مرشح اسمه سليمان فرنجية يحظى بدعم فرنسي يحظى برافعة هذا الثنائي بمقابل مرشح اسمه ميشيل معوض عند بعض قوى المعارضة ما قدر يوصل بالـ 11 جلسة لأكثر من عتبة الـ 45 صوت اللي هي بعيدة عن الـ 65 لمطلوبة للفوز بالدورة الثانية هذا كان المشهد صار فيه يعني داخليا حراك كبير جدا من طرفنا من طرف أفريقاء المعارضة اللي هني تحديدا خليني يعني الرأي العام له الحق أن يعرف من هم يعني اللي كانوا الطبخين الداخلية القوات اللبنانية الكتائب اللبنانية حركة التجدد برئاسة ميشيل معوض أو تكتل التجدد بعضوية ميشيل معوض يمكن ما فيه رئيس منعتزل منعتزل رئيس حركة الاستقلال عضو كتل التجدد طبعا نعمل مشكل لا مع الأستاذ مخزومي ولا مع اللواء ريفي ولا مع الأستاذ عمد المسيح والنواب التغييريين الهني مارك ده هو وضح الصادق ميشيل دويه في هذه اللحظة إذا بدك صار فيه يعني قنوات من التفكير مع التيار الوطني الحر اللي هو أيضا كان يشركنا مسألة وحدة هي رفض وصول إسلامين فرنجية ربما لأسباب أخرى وأنا أرجح شخصيا أنه لأسباب أخرى مش أسباب بضعنا وقت رح نحكي عنه مش أسبابنا هي زيتها فكان الحديث طيب كيف نخرج الانتخابات الرئاسية من عنق زوجي جيد صار فيه استعرال لأسماء من هون أسماء من هون وصلنا لأكيد بالتنصيق الدائم وبالتواصل الدائم مع الأستاذ وليد جملات والأستاذ سيمور جملات وكتلة اللقاء الديمقراطي لا حينما فعلا هالكتل كلها توافقت على أن يكون اسم جهاد أزعور هو الاسم الذي نقبل به جميعا وأنه نذهب به إلى منتصف الطريق لأنه بذهنه هو ليس مرشح تحدي هو ليس منتصف الطريق لملاقات السناء الشيعي أنه نحن معم نطرح عليكم كشركاء في الوطن مرشح تحدي بل هو مرشح وسطي والدليل على أنه ليس مرشح تحدي أنه اتفقنا نحن والتيار الوطني الحر نحن بمقلب المعارضة والتيار الوطني الحر خارج المعارضة تقطعنا على هذا الاسم وكنا ننتظر أنه هذا الترشيح من قبلنا قد يلقى قبولا من الثناء الشيعي ونخلق حالي إيجابية بهذه البلد ونروح كلنا بمسؤولية وطنية عالية نقول أنه كل واحد كان عنده مرشحه وذرنا نتوصل بهذه البراءة عطيتوا بعيدا الموضوع بهذه النية أما بني سمي براءة بهذه النية إذا أنتوا نقيتوا جهاد أزعور حضرتك عم تقول إلى منتصف الطريق أنتوا عملتوا تجيبوا الطيار الثناء الشيعي إلى هذه التسوية أما أنتوا كنتوا عم تعملوا البالنس ضد أثناء الشيعي بهذه اللحظة نحن نعوّل على أنه الصناء الشيعي فعلا يعقلن خطابه ويشوف مظبوط أنه جهاد أزعور ليس مرشح تحدي جهاد أزعور مرشح وسطي عنده بروفايل اقتصادي أكيد نحن ونحتاجه وفي توافق من أكبر التكتلات المسيحية ومن المستقلين المسيحيين بتبلش تعدهم من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب على هذه التسمية تشوف بالمقابل أنه الرئيس بري المعروف المامه باللعبة السياسية في لبنان وحنكته العالية السياسية كان خطابه حتى لحظة ترشيح أزعور أنه خيّي هاي المشكل المروني مشكل مسيحي يروحوا تتفقوا وتعوا خبرونا كان في رهان أنه ما لحيتفقوا الموارنة بين بعضهم خيّيبناه وظنه وتقطعنا على اسم جهاد أزعور اليوم شو بتقرأ بالصحف اليوم على لسان الرئيس بري أنه يأسف للغة الطائفية اللي عم تستعمل وأنه صارت معركة طائفية يمكن خيّت مرسو عبر يا أخواننا بالصناق الشيعي ساعة المشكل المروني اتفقوا وتعوا خبرونا رشحوا حدن وتعوا خبرونا ووقت اللي الموارنة يعني تقاطعوا على اسم تقاطعوا على اسم ما بدي يقول لبه ورغبتك لأنه مش هعمل نشتغل تنلبيله ورغبته بس أنه عمله اللي أنت كنت مراهن أنه هيدا من سابع المستحيلات حققناه هيدا الموضوع اللي أنت كنت حاطه كشرت طيب ساعتها صارت هلأ لعبة طائفية طيب أمتى أمتى يعني ما بتكون لعبة طائفية بنظرك ومن هو المرشح غير التحدي بنظرك نحن صار عنا قناعة صدقني أنه أي مرشح بيطرحوا هذا الفريق سيكون بالنسبة للسناء الشيعي مرشح تحدي وأي مرشح آخر غير سلمان فرنجي هو مرشح تحدي يعني عم بيوصلونا إلى هذه القناعة طيب بمواجهة ذلك شو بدنا نعمل وأنت عم تسأل وبلشت الحديث عن السيناريوهات المتوقعة لجلسة 14 أول شي أنا يعني من هون بدي أدعي كل الشعب اللبناني بتقلو أنه يعني بتيكون متنبه ومتيقز لما سيجري لأنه هاي المعركة معركته هاي المعركة بتتعلق بكل مواطن لبناني لأنه مثل ما انسرقت وداعه وانسرقت إيامه عم تنسرق جمهوريته وعم بينخطف موقع رئاسة الجمهورية وأنه بدي أذكر هذا الشعب اللبناني اللي عم توجه له هلأ من عند حضرتك أنه هو مصدر السلطات بحسب دستورنا إذا بعد عنا أي قيمة لهذا الدستور مصدر السلطات أنت بتنتخب نواب وبحسب الدستور أنت عم تعطيهن وكالة لا يعمل أمور محددة بطلعته انتخاب رئيس الجمهورية باسمك وعنك وبخيراتك وأن يسموا رئيس للحكومة وأن يعطوا ثقة للتشكيل الحكومي ومن ثم أن يحجبوا الثقة إذا راقبوا عمل هذه الحكومة وملتزمت ببيانة الوزارة كل هذا باسم الشعب اللبناني فأنا شعوري اليوم أنه مواكبة الشعب اللبناني للمعركة القادمة علينا مواكبة ضعيفة لا تتعدى بعض التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي أنا أدعو إلى يقض أكبر لأنه اليوم فعلا وجودنا الديمقراطي والبرلماني والجمهوري والدستوري مهدد بلغة استعلائية تهديدية عم نشوف التهديدات اليومية اللي عم تطلع على لسان مصادر في مصادر مسؤولين ومسؤولين وفي صحفيين من يحمينا يحمينا الشعب يحمينا خيارات الناس نحن مهددين لأنه نحن منمثل رأي هؤلاء الناس هذا مش رأينا بس مهددين لحظة الأربعة للجلسة من هذا للأربعة في شو في تهديد أنتم مهددين تدعو الشعب اللبناني إلى اليقظة وحماية ممثليهم هذا عنوان كتير كبير معركة سياسية كبيرة جدا تخاض تحت عنوان رئاسة الجمهورية لا يجب أن يكون الشعب لا مبالي تجاه هذه المعركة يجب أن يكون مواكب لهذه المعركة إلى أقصى حد شو بدك من الشعب مواكب شو؟ ينزل يتجمع بساحة النجمة؟ شو أول شي للحماية؟ هل هناك تهديد حقيقي؟ أنا أول شي في تحذيرات من سيناريوهات للتفجير الأمني لتطيير الجلسة يوم الأربعة هادي إحدى السيناريوهات أنا أتمنى أنه ما تصير وأتمنى أنه يكون في حكمة عند كل اللاعبين السياسيين في لبنان وبطلعتهم الصناع الشيعي لحتى يعني إذا بدك هكي اليوم أريد شي أنه وقد يكون صحيح أنه الفترة الحالية شبيهة بفترة لألفين وخمسة بمعنى أنه السناء الشيعي يواجه باقي لبنانيين جميعا وأنه اليوم في عندك تحالف عريض يواجه حزب الله أنا ذاك كان المسمى خروج جيش سوري وكشف الحقيقة بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري اليوم العنوان هو إنقاذ موقع رئاسة الجمهورية ومواجهة سياسة الفرض والهيمن بمرشح واحد ما في غيره وسياسة التعطيل الممنهج اللي عم بتفقد هذه الجمهورية معناها لأنه عم بيفسر الدستور خلافا لمضمونه وأنه عم بيعطى لفريق سياسي معين حق أنه يعطي الانتظام العمل البرلماني والدستوري وانتظام عمل المؤسسات فقط لأنه بده يفرض رئيس معين بزيته ولا يقبل بأي مرشح آخر ولا يقبل بفتح المعركة الديمقراطية بين مرشحين طالما أنتو عندكم مرشح والفريق الآخر عنده مرشح برأيه منع السير بالعملية الانتخابية بدورة أولى وتاني وتالتي ورابعة لحين ما يربح أحدهما بالخمسة وستين سلط يعني نحن نقبل لأنفسنا ما نريد أن يقبلوه لأنفسهم بمعنى أنه إذا هني قدروا يأمنوا خمس وستين صوت الإسلامين الفرنجية بلعبة ديمقراطية انتبه لأنه هلا بكتسألني ما أنتو كنتو عم بتقولوا بدنا نعطل وفكرتوا بالتعطيل خير فكرنا بس ما مرسنا هني بيفكروا بيميرسوا نحن فكرنا ومرسنا ونحن قلنا أنه قد نلجأ قد نلجأ إلى التعطيل إذا كان إسلامين الفرنجية اليوم في مرشحين هذه هي طبيعة اللعبة الديمقراطية خلينا نروح على الانتخابات نلتزم بمنصة عليه الدستور أنه بالدورة الأولى يحتاج إلى ستة وثمينين صوت لكي يفوز بالرئاسة بالدورة الثانية يحتاج إلى خمس وستين صوت وما تعطلني صوت عظيم من هلأ للأربعة فيه تحذير فيه خشي من انفجار أمني في لبنان هل هناك ونحن عم نسمع مثل ما حضرتك يعني عم تقول فيه خشي على عفوا على التحياة بعض النواب فيه معلومات عن عمليات ترغيب فيه أموال انتخابي فاتت على البلد فيه عمليات ترهيب خبرني شو عم بيصير قبل ما نصل لأربطاش حزيران أنا عم بسمع مثلك ومثل ما عم بسمعه بس انت نايب يعني انت نجوه أنا لم أتبلغ تكون صريح معك لم أتبلغ من أحد لا من حزبي ولا من أي جهز أمني انه هناك خطر يجب التنبه لأله واخذ تدبير الحيطة والحزر مثل ما بيقوله بس انه فيه جو عام يعني ما بنعرف شو شكل هيدا الجو العام يلي وث بالوصل أنا برأيي لترهيب النووي مش لترهيبنا لألنا نحن اخدين خيارنا لترهيب مين لترهيب المترددين وصلنا عند المترددين مية بالمية هيدا زمدك بيت القصيد كل هالمناخ اللي عم بيخلقوه الشبيب بالصحف وبالمقلات وبالخطبات وبالتغريدات مش لإرهاب لا القوات اللبنانية ولا الكتائب ولا تجدد ولا التغييريين اللي قرروا ولا اللقاء الديمقراطي هو لترهيب من لم يعلن بعد عن توجه الانتخاب يعني عددون شي 15 يعني هون حسب نداء الوطن نواب كتلة الاعتدال الوطني نعم هلأ أيضا محتوط النائب عماد الحوت رح يكون ضيفة نبيل بدر إيهاب مطر عبد الكريم كبارة عبد الرحمن البزري أسامة ساعد جون تالوزيان نواب التغيير براهيم نيمني ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين بلياس جراضي فراس حمدين بولي عقوبيان حليما قعكور سينتيا زرازير هيد الليحة قد لا تكون دقيقة مية بالمية لأنه في بعض الأسماء اللي أوردتها ما لحقول مين هي تتجه إلى ترشيح جهاد أزعور وعم بتقول بالأوساط النيابية لأنه نحن هلأ بحركة اتصالات دائمة مع بعضنا عم تقول أنه هي مع خيار جهاد أزعور بس ربما لن تعلن عن ذلك علنا أنه بالإعلام وبشكل رسمي قبل جلسة أه أربعة عشر شهر بس في أشخاص من هاللي ذكرتون وأنا برأيي هوضة اللي بتحملوا مسؤولية منع وصول رئيس جمهورية يبدأ بالإنقاذ والإصلاح هول تحديداً بتحملوا مسؤولية قد تكون موازية لمسؤولية السناء الشيء ولاش لأنه اليوم اليوم وقت لك تسأل المترددين يتحملون بعض المترددين أنت نقول الاعتدال الوطني الاعتدال الوطني وليد بعرين محمد سلامين أحمد الخير عبد العزيز الصمد أحمد رسم وسجيعة طح وقت لك تسألهم خي لأي ما بتكون يعني تعلنوا يقولوا لك نحن خارج الاستفافات طحي ولا نريد إن نكون جزء من هذه الاستفافات خي يعني شو عم تحكوا أنتو يعني عمين عمين عم مين عم توهمه كما قول كلمة ثانية خي وين في استفاف إذا في فريق بده سيادة الدولة وفريق كل يوم عم ينتهي سيادة الدولة بوجود سلاح وبا استعراضاته الأمنية وبالجزر الأمنية الممنوعة الدولة تفوت عليها إذا فريق بده السيادة وفريق عم بيدرب السيادة يوميا اذا انت جيت مع سيادة بلدك بتكون عم تصطف هيدا استفاف بكتقنعني انه هيدا استفاف اذا في فريق بده مكافحة الفساد وبده السيادة هيدا فيك تستعمل كلمة استفاف بخيار وطني هن بيعتبروا قد يكون يعتبرون انه انتخاب ازعور لن يكون له تغطية ميثقية باعتبار انه كل النواب الشيعة لن يصوتوا الى جهاد ازعور واحد اثنين يعني انتخب جهاد ازعور هل سيسمع حزب الله بالمرحلة المقبلة من تكليف رئيس حكومة الى تشكيل حكومة الى 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 سيخليه يشتغل خليني استعرضون لقلتون وكتير وجهين وكتير جديرين بالبحث المعمق واحدة واحدة اول شيء المثاقية يا سيدي بالدشتور هي مساقية بين المسلمين والمسيحيين مش بين الشيعة والسنة والدروز والموارنة والكاتوليك والارتوديكس واحد اثنين الرئيس بري دخل كله من سنة وقت الانتخب رئيس مجلس بكم صوت خمس وستين خمس وستين كم في مسيحي مصوت له اذا الشيعة كلهم اذا الشيعة كلهم صوتوا له ودروز لانه وليد جنولات صوت له وغالبية السنة صوتوا له طب انه كم مسيحي طب انه رئيس بري ميثاقي انتخابه ميثاقي باربع خمس اصوات مسيحية لانه القوات ما صوتوا له الكتائب ما صوتوا والطيار ما صوت له وميشيل معوض ما صوت له طب كل هول ما صوتوا له طب هو ميثاقي بخمس وستين صوت بثلاث اربع اصوات مسيحيين وجهاد ازعور على فرض انتخابه من خمسة ستة دروز وسبعة ثمانة سنة ببط الميثاقي طب انه هل سياسة الكيل بالميكيالين وسياسة الفرض وسياسة استواجية المعطة التانية طب هل سيسمع حزب الله او سيسهل حزب الله مهمة اي حكم او مهمة اي رئيس حكومي او على الاقل تكليف انا مني منتظري سهل يا استيس فري عظيم انا مني منتظري سهل طي ما هو من الالفين وخمسة ما عم بسهل احتل وسط بيروت ومنع السنيورة يحكم ورجع عمل سبعة ايار ورجع عمل تعطيل من الالفين واربعة عشر للالفين وستعاش طيو يوصي الميشيل عون يخي درب جلجه لنحنا ويامل الفين وخمسة ما عم بسهل اي وان وصل البلد طب بده يكمل هيك طب قادر يتحمل بعد قادر يتحمل انه يفرض منطقه على اغلبية المسيحيين بموقع رئاسة الجمهورية قادر يفرض سياسة تعطيل بعد اكتر واكتر بتحملوا مسئولية خليوني تحملوا مسئولية انا ماني ناطر منه تسهيل بس انا بالمقابل يا استيس فادي ما بدي اقدم له هالبلد على طبق منفضة وما بدي سهل له مشروعه باصال ملشحه الى رئاسة الجمهورية للاطباق شرعيا على كل الدولة اللبنانية اكيد مني منتظري سهل بس اكيد بالمقابل واجب علي الوطني اني مسهله انه ينفذ مشروعه بالكامل طيب عظيم باللعب السياسية نذهب بازعور الى منتصف الطريق اليوم نحنا انا مرشح عظيم عظيم بس ببيني شكفية شو معنات هذا الكلام اليوم في سليماني فرنجية وفي ميشيل في جهاد ازعور اكيد بالجلسة الاربعة ما في انتخاب لكن هل جهاد ازعور مستعدون ان تذهبوا به الى منتصف الطريق في حال لم يصل ان تلاقوا الفريق الاخر الى منتصف الطريق على مرشح ثالث مدعوم يمكن دوليا في رعاية دولية اقليمية الى اي مرشح اخر لحلك امرين بخصوص هالسؤال الامر الاول انه ترشيح جهاد ازعور ثبت انه ليس مناورة كما اتهمنا اول ما بلش نحكى بتقاطع المعارضة من ضمن وليد جنبلات والطيار الوطن الحر على ترشيح ازعور شو اول يعني هيكي خطاب ليس مناورة انه هذا ترشيح مناورة من فريق اشيح ثبت انه ليس مناورة وثبت انه نحن ما عم يعني ما عم نبخل باي جهد لتأمين الخمسة وستين صوت وما فوق لجهاد ازعور معناتها نحن متهيئين وقابلين بسيناريو ايصال جهاد ازعور فعليا الى رئيس الى رئيس الجمهورية اتنين لا خينا نحن ما بقى ابدا نتنازل انا عم بحكي رأيي الشخصي هون لانه ما في يلزم كل فريق المعارضة لبعض شهر وشهرين وثلاثة انه خيه هيدا التنازل الاخير الذي يمكن ان يطلب من فريق المعارضة وانه يا استاذ فادي انا بدي احكي انا وياك هلأ كمواطنين نعم مش كنائب وا اعلامي مخضرم يا خيه طب اذا في مرشح بيقبلوا فيه الكل انه تركينوا بالجرور او 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 حطينوا بالبراد يا خيه ليه ما ليه ما كانوا طرحوه دغري ليه بدنا نهضر هالقد وقت ونكبد لبنان هالقد خسائر على جميع الاصعي دي يعني حرام والله حرام هيدا السيناريو اللي عم بتقوله انه انتوا عم بترشحوا ازعور لانكن توصلوا بعدين لمرشح اخر غير فرنجية وازعور يوصل الى رأس الجمهورية باتفاق الكل تبقية لا لا مش هلأ لا مش مبارح لا مش من شهر حكيوا بهالموضوع بعدين لا هلأ عم بيقولوا لك نحن لا نريد إلا سلمان فرنجية ومبارح على اللسان احد مسؤولي حزب الله شو بيقول يعني يا 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 نعيم قاسم نعيم قاسم يا سيد نعيم قاسم يا سيد محمد رعد الحرج محمد رعد بيقولوا لازم نقود على الطاولة يا نعكن بسليمان فرنجية انت وعم تقرأ بتقول المنطق بيقول يا بتقنعونا بازعور مش هيك لا ما في نقود على الطاولة إذا بتريد شوف التغريدة يا يا نعكن بسليمان فرنجية يا بتشوفوا انتوا كيف بتكون تدوروا الزوايا يعني مش ما شو هالدعوة للحوار اللطيفة والمتكافئة والمتساوية انه هاي هاي هو الخيار يا منقنعكن بفرنجية يا بتشوفوا انتوا كيف بتضبطوا اموركن بتدوروا الزوايا بتقدموا اسم آخر هل تعتبر سيد جور انه اليوم الثناء الشيعي في مأزق هو في فترة طبعا سابقة اعتبر انه الفريق الآخر هو الذي يؤخر انتخاب الرئيس اليوم شو بده يعمل شو السيناريو اللي رح نروح على اول جلسة وتفضل الجلسات الثانية انا برأيي استيزفاد السلوك البيهيفير السلوك السناء الشيعي من لحظة نهاية ولاية الرئيس ميشيل عون لليوم سلوك السناء الشيعي يدرس انا برأييه او يجب ان يدرس في كليات العلوم السياسية كاكبر مثال للاستعلاء والاستقواء السياسي انه بيقولولك انه الفريق الآخر هو كان معطل الانتخابات اخي اذا فريق عنده كان مرشح اسمه ميشيل معوط يقابل باوراق بيد ويقابل بانسحاب من الجلسة في بيخي مين بيكون عم بيعطل اللي سمه مرشح وثابر على التصويت له وعدم تعطيل نصاب الجلسات يما الفريق الآخر كيف هيدا بيكون معطل وهيدا كل ما مش معطل طيب رشح اسلامان فرنجية من بعد ما هدره 11 جلسة كنتبه وقال اللي كان البرلومان مفتوح للجلسة ما كان عندون مرشح هو عندون اياه من الاساس بس انه ظاهريا ورسميا ما كان عندون وقت الاقفر والبرلومان رشحوا اسلامان فرنجية وقالوا لك لحقفل البرلومان عليك لحتى تقبل باسلامان فرنجية وعم جيب ضغط فرنساوي على راسك وعم وعم بعمل كل اساليب التهويل والترغيب والتهديد والابتزاز السياسي بالفراغ وبالانهيار وقت اللي شايفه انه كال هيدا المشروع ما زبط ما زبط وطلعنا نحن لبناننا الاستحقاق وقلنا له للخارج يعطيك الف عافي انتو اصدقائنا كلكن هالدول المعنية بلبنان باسترقونا شي مرة بدون ما نعزبكن ونوجعكن راسكن ونحرق ساعات لقاءات عندكن وبالعواصم الخارجية اتفقنا اتفقنا وقدرنا نتقاطع مع كتلة وازنة اسمه التيار الوطني الحر اكيد بدو يكون مربك طيب شو بدو يوم بالرئيس بالري شو يعني شو تواقعات شوف لحديث هلأ الرئيس بالري التزم بما كان تعاهد به انه انا ارغب بالدعوي لجلسة للانتخاب قبل 15 زيران تتذكر هال صحيح دعا لجلسة ب14 زيران نحنا من جهتنا يعني عملنا الهومورك تبعنا على اكمل وجه اتفقنا على اسم شفنا في اسم يحوز على عدد كبير خليني استعمل كلماتي بدقة يحوز على عدد كبير من الاصوات وهو بشخصه يستجمع قدر كبير من الكريتيريا من المعايير التي يجب ان تتوفر برئيس الجمهورية برأينا اليوم اصبحت الكرة في ملعب الفريق الاخر اذا عطل بيقولولك انه احد السيناريوهات المتداول بها هو تعطيل الجلسة برمتها انه ما يصير في توزيع للأوراق يعني احد السيناريوهات انه الوزير الفرنجي نهار الخطاب اللي بده يعمل ويمكن نهار الاحد يقول انه بما اني لسته مرشح ما بدي حدا يصوت لي وبيطلع الرئيس مني يقول طالما ما فيه الا مرشح واحد سحيحة هاي المعلومة لكن بدي اسألك عنه مني اكيد سيقولوا انه لن يقل يكون مرشح تحدي طالما انه عدم وضع اسمه في صندوق مني اكيد انا برأيي الرئيس بيرغ التزم بشكل قاطع اذا هاك يبطل في مرشح يبطل في مرشح في مقابل جهد ازعور صح يلاقوا مرشح اخر يصوتوا لمرشح اخر عم نشوف هلا في بعض النواب التغييريين والمستقلين عم بيشوفوا الوزير السابق زياد بارود اوكي معناتها وقت اللي عم بيشوف النواب معناتها هو بهذا الوارد بس التغييريين من المترددين وليسوا اي مش من التغييريين بجانب ترئيس بير او لا شوف انا برأيك كل متردد اليوم في مكان ما يخدم من حيث اراد او لم يدري او لم يرد او من حيث علمه او لم يعلم يخدم اجندة السنق الشيعي هالقد بنظرنا واضحة كل متردد وكل واحد بلحظة اختيار المسارات الوطنية وبلحظة يعني استحقاق كبير جدا منتظر من كل الشعب اللبناني اسمه انتخابات الرئيس بيجي بيطلع لي حجج عدم الاستفاف ولعبة طائفية بغيضة ووو اخي اليوم في اما اكمال مسيرة الانهيار عبر تمكين حزب الله من الاستمرار بقيادة البلد بالشكل اللي هو عم بيسوقه يا اما بدك توقف بيوجه وتروح تختار الخيار الاخر الخيار الاخر الذي يحوز على الفرص الاكثر جدية من كل غيره اسمه جهاد ازعور فشرف روح صوت لجهاد ازعور مش للشخص لمجابهة ومواجهة الخيار الاخر اللي جربناه وصلنا لانهيار لانهيار بعده مسيي بالدولة عم بيمنع قيام دولة المؤسسات وانا بدي اقول لك دعوتي يا استاذ تماكون يعني كلامي هيكي كله من قبيل صوت المعركة نحن وبنص المعركة بعدني عم بقول لكل الفرقاء وبطلعتهم اسوناء الشيعي تعو جميعا نتنازل مش لبعضنا وما ننكسر لبعضنا تعو جميعا ان نتنازل لمصلحة قيام دولة القانون انت وقت لتتنازل للدولة وقت لتتنازل للقانون وقت لتتنازل للمؤسسات لحظة مهمة جدا مني بهذه الجروح تروحوا على مرشح ثالث يعني كان في بعض الاسماء كان في جهاد أزعور كان في زياد بارود كان في صلاحة هنين ضمن هذه الاسماء حضرتك عم تقول التغييريين عم يتحدثون مع جهاد أزعور اللبنان القوي ماشي ايضا بزياد بارود ويحكي ان الرئيس الجمهورية طرح اسم زياد بارود في لقائه مع الاسم قد يكون الثناء الشيعي بهيدا الجو من روح بهيدا الاتجاه كقوى معارضة التي تقاطع على اسم جهاد أزعور في مقابل التنازل لمصلحة دولة القانون شوف تألك جوابني إذا أي حدا نحن أكيدين أنه سيحقق دولة القانون وكيف تحقق دولة القانون بقيام أركان هذه الدولة وب تسليط القانون وتسييده على كل القوى السياسية لأنه وقت يكون في عندك عم بيخرق سقف القانون وعم بيطلع راسه فوق القانون وعم بيقول لك أنا فوق القانون وأنا ما حدا بيطالني لا جيش ولا قضاء ولا قوى أمن ولا 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 صلاح هنا في عنا زياد بارود نحن هون ما بتعتبرون أنه هني صلاحنا كان كان مرشحكم الأساسية كان مرشح وهو من السلة هو وزياد بارود وجهات أزعور ونعمة فريم كان من الأسماء اللي كانت عم تتداول يا أساس فادي أنا ما فيي أخفي هذا شيء وما فيي إن فيه لأنه بيكون نفي إذا إجا السلية إيقال لك واحد من هال السلية اللي حضرتك عم تحكي عنا شلي جهات أزعور تعطى نبحث بهذا تتنازلون نحن مش بهذا الجهة وتقال لك ليش لأنه وقت اللي تقطعنا على اسم جهات أزعور وقررنا إعلان هذا التقاطع رسميا من دارة ميشيل معوط تمت سياغة بيان وبهيذا البيان استعملت عبارة موجودة بالبيان وهي منزمة للفرقاء الذين شاركوا بسياغته وبتليوته وبتبنيه بتقول جهات أزعور هو المرشح الحصري استعملنا كلمة حصري الذي أردنا من خلاله ملاقات الفريق الآخر على منتصف الطريق معناتها نحن وإنت بتعرف وكل اللبنانيين بيعرفوا أنه القوات اللبنانية مش كتير يعني بتاريخها بتغير هيك بسهول بمواقفها نحن ليش طلعنا من ميشيل معوض أكيد بالاتفاق مع ميشيل معوض أولا المقام الأول وقت اللي شفنا بلحظة إنه عتبة الخمسة وأربعين صوت ما لح نقدر نوصل واللي بيعتبوا علينا وهون كمان يعني مثل مين بدي رد إنه اللي بيعتبوا عليك من بعض الجماهير المنظرة إنه عم ترجعوا تروحوا تعملوا اتفاق مع طيار الوطن الحر حبيبي أول شيء أنا ما عم بعمل اتفاق مع طيار الوطن الحر أنا الكونتانسيو بيني وباينه وباعده مثل ما هو متفقين على التصويت لجهاد أزعور وربما لأسباب مختلفة يعني نحن متفقين على النتيجة مش على الأسباب متفقين النتيجة إنه رح نروح نصوت نحن والطيار لجهاد أزعور بس ربما كل واحد لأسبابه الخاصة ولأسبابه المختلفة بس آه مين اللي خليني ومين اللي جبرني روح أو تفتش على تقاطعنا والطيار وطن الحر هن هول النواب الرماديين المترددين اللي كانوا عدين حالوا إنه هن بيشكلوا أكثرية مناهضة لحزب الله غداية الانتخابات النيابية بالألفان واثنان وعشرين وطلع معنا تلك الحزبة الوهمية بالسبعة وستين نائب سيادة مقابل واحدة وستين نائب من الممانعة وإذ تبين لنا إنه على مدى سنة سنة ونحن نقعد نحن وياهون ويا عيني ويا روحي ويا سندي تعود نشوف كيف من هننقذ البلد طيب معرفنا بأول نهار نتفق على اتفاق نتفق على شخص نائب 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 رئيس مجلس النواب بوقته وكان عنا امكانية كبرى ليس بو صعب إنه نوصل أنا ذاك غسانس كافي وجه ليس بو صعب ما عرفته تخوضوا معنا هذه المعركة بس إنه هلأ صار مارق سنة صار مفروض هذا الشعار الطنان الرنان تكونوا طلعتوا منه لأنه ما فيكن أربع سنين بس تمارسوا العمل البرلماني بس بالشعارات بخير ما في خيارات السياسي تمارس بالخيار مش بالشعار شو خيارك اليوم أيها النائب المتردد الرمادة بدك تضلك بمحور الممانعة معزول عن محيطك العربي والدول شفنا مبارح خطف المواطن السعود من وين انخطفوا لوين راح شفنا منع إعلامية كويتية بسبب أراءة سياسية من دخول لبنان شفنا تهريب الكابتاجون شفنا 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 خي هذا النموذج اللي بدكن إياه ما انتو اليوم بترددكن وبخوفكن أو بانتظار كلمة خارجية ما تجيكن بآخر لحظة من ما بعرف مين بك تسألهم انتو بترددكن عم بتقوه هيدا المحور نقطة على السطر وما فيكن تبرره وستكونوا مسؤولين أمام جمهوركن هذا جمهوركن اللي أنا شفته اللي أنا شفته يا فادي بدوباي قاعد تحت الشمس بتماني أيار الالفان واثنين وعشرين عامل صف خمس كيلومتر تينتخبوا التغيير وتينتخبوا المستقلين وما بدن أحزاب هاودي بدكن هاودي كان بدون إياكن تاخدوا هيدا الموقف توصلوا قبل باثنين وسبعين سنة من الانتخابات الرئاسية وما عندكن اسم عظيم كلمك لمين موجه بالتحديد للتغييريين إبراهيم نايمي ملحم خلف نجاة عون ياسين ياسين ليس جراضي فراس حمدان بولا يعقوبيان حليمة قعكور وسينديا زرزيز بالتحديد السناء الشيعي طب أنتو اليوم عم بتكرسوا غلبة السناء الشيعي وقت اللي ما عم بتقوو الخط الآخر اللي عم بيقلوا للسناء الشيعي ما بقى فيك تستمر هيك بقى تعترف بوجودنا بقى تعترف بخياراتنا بقى تنزل عن الشجرة بدك تتواضع بدك تلغي لغة التهديد والتهويل وتعها تنشوف كيف بقى نبني نحن وياك هيدا البلد السيد جوج عايس أنا بدي أشرك على هذه الحلقة أهلا وسهلا فيك عدو شكرا كتلة الجمهورية القوية وإن شاء الله من هل للأربع تقطع بخير وإن شاء الله الله يلهم الله يلهم هل أربع طعش خمس طعش ستعشر نائب اللي هني لأنه هودي بييدهم وخلي يعرف جمهورهم هودي بييدهم إنقاذ هذا البلد هودي بييدهم كسر أحدية السناء الشيعي هودي بييدهم جعلنا جميع المتساويين والمباشرة بعد ذلك إما بانتخاب رئيس وأنا أتمنى ذلك إنه يبقوا كل النواب وما يرجع السناء الشيعي وحلوفاءه يمارسوا سياسة التعطيل اللي لح بفتكر لح تعرضهم هذه المرة إلى مخاطر كبيرة بالسياسة خاصة يا أستاذ فادي إذا بلغ جهاد أزعور من أول دورة الخمسة وستين وهودي اللي عم بيقولولنا بس عطيني دقيقة من وقتك هو اللي عم بيقولولنا منها اللي سميتهم إنه نحنا بأول دورة بنعطي ورقة بيضة بس بالتاني دورة بنعطي جهاد أزعور عم بيدحكوا على حالهم عم بيدحكوا علينا لأنه مدخلنا إلى الدورة التانية هو ما سيحصل عليه جهاد أزعور من أصوات في الدورة الأولى وكل ما كان تصويت النواب لجهاد أزعور عالي ويتجاوز الخمسة وستين كل ما صار الرئيس بري محرج هو وفريقه من تعطيل الجلسة التانية فأتمنى أن يحل الروح القدس على كل النواب المترددين ويروحوا نهار الأربعة يشتغلوا خيار وطني يشتغلوا سياسي مضبوطة صافي لمصلحة هذا البلد شكرا لأيك أستاذ جورج عايس وإن شاء الله خير متابعين لحظات قليلة ونعود لمتابعة برنامج بالأول ضيفي النائب عمد الحود كل هذا المساج يلي قدمه جورج عايس نتلوه ونتلوه على النائب عمد الحود لحظات ونعود ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر